أصلي انت رجعتي بنتي شو صار منيحة المريضة طمنيني صارت منيحة وأنا منيحة وكل شي منيح كتير انت كيفك أمي الحلوة الغالية شوها السخافة هاي بنتي هي صارت منيحة لهالدرجة؟ يعني ما بدك يا أنا نكون مناح؟ لا 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 بنتي ضلي منيحة كوني منيحة وما بقى تنامي برات البيت ضليت قاعدة هون للصبح اللي رجعتي شوفي لا تتجرقي وتعيديها بعض مرة ما بقبل تمام أساساً ليه بدي نام برات البيت مرة تانية يعني ما رح أطلب تعرفي إنه في حفلة للشركة اليوم وحتى لهيك ما رح أطلب منك إذن مرة تانية لأنه ما رح تعطيني معقول يعني؟ معقول يا هني أنا روح يومين ورا بعض برافو برافو عليكي بنتي تعالي بوسي أمك فوراً حبيبتي بوسي يلا يا بنتي الحلوة تبريني حبيبتي أنت صباح الخير يا عائلة إيجل ماص جول ايه أنا جول بيزاتة ضليت هون تعالي يا بنتي تعالي لهون هدول بنات الحارة الحلوين يلي بيتعبوا بناتي يلي بيجننوا انتو بتتحدوا رجال الحارة كلهم بقوة حلال عليكم يا بنات برافو روحي انتو روحيتا تعالوا لقلبي هيكلة شو تعال موه موه منقدرنا عمل حفلة ايه يلا ايه اوه 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 لا أمع بك اوه 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 يا ربي دخيلك هالشي مستحيل أمي الموضوع كان مبارح ليش عم ترجعي تفتحي خلص يا روحي هاي كلها مقدمات آه ما كان في داعي لإله أنت ضليتي مبارح برا معناته اليوم ما فيك تروحي على الحفلة بنوب تمام أمي لا تنقي ما رح اسمحلك يعني ما رح اسمحلك قلتلك تمام أمي تمام يا روحي خلص روحي كيف ما فيني على زعليك عن جد أمي اي ياي عن جد عم تحكي خالتي نيشا لايكولات حكو كتير حسن ما غير رأي اوه أمي يا روحي انت والله رح أبكي يا صحي أصلي شو رح تلبسي يا بنت اللي لي شو رح نلبس يعني انت هلأ ما في شي بخزانتك انت يا بنت حتى على العرس بتروحي ببنطال وكنزة يعني شو رح يكون بخزانتك غير هيك لو لاك هاكان شو عم تعمل هاكان شو عم يصير هون مين هدول الرجال وشو حاملين بإيديهون واللهي أنا آخر شي بتذكره انه رحنا على النادي مع بعض تمام رحنا على النادي كنت عم تدور على بنتي هنيك أنا بتذكر هاكان بعدين طلبنا مشروب ما بتذكر الباقي هاكان أخي أنا على طول ما بتذكر تعرف ها شي مثل العادي يا أبني نحنا ما عملنا شي هناك خلينا نتذكر شربنا مشروب ايه وبعدين يعني يا ربي انت سكرت هاكان ربا وانت كمان ايه مصبوط وانا كمان سكرت كيف بدي خبر للإستاذ بهالشي يا أبني شو بدي أقول له للزلمة شو بدي أعمل يا هاكان أخي أخي أعطيني إيدك انت سكرت مثلي أخي أخي لأين رايح هات إيدك يا حبيبي آه انت مساعدة إلي دتاش صادقة يا حبيبي تعلم تقول اسمي شو قلتلك أنا انه إذا ما حضرت رح جبلك هاي الحفلة اللي عندك يا هاكان عجاد انت جبتي هدول الناس لهون انت اللي عملتي هاي الحفلة اسمي صادقة يا أخي يا روحي بس متل ما انت وعدتني من قبل رح تقضي معي طول الليل يا هاكان الحلو يا حلو انت يا حلو انت يعني إذا خبرت اللي معلم شو اللي صار مشكلة وإذا ما خبرته مشكلة تانية كيف صار معي هذا الشي وشو صار والله العظيم ما بعرف أقسم بالله ما بعرف في شي بعقله له هاكان ابني كل حدا بيقرب من هاكان بيجمتله أقا انت ليش عم تحكي عن ابني بهاي طريقة يا أختي طيب شو رأيك نسمي له شوية تيو يا الله ان شاء الله ما يكون الشي اللي ببالي هيا عاشر مرة بيدقلي الاستاذ وما برد علي يعني شو بيدي قيل له هلأ والله ما عم أعرف فكر ابنه بقليلي انت شو بدي أعمل لا خلص ابني لا تقول شي لا تقول شي يعني يعني حاول تغير الموضوع خليه مبسط الليلة اه تمام أه ألو أستاذ ولك وينك انت تيو يعني لو ما كنت جنب هاكان كنت رحول انك جنيت متلو خالاتي ما عم بيردو علي يمكن ما عم يسمعوا التاليفون لأنه مشغولين كتير بالحفلة أستاذ صار شي ليلة مبارح لك ألو اي صار اي طبعا صار كتير مبارح أستاذ نحنا لقينا العصابة تمام ومسكناهن والله مزكناهن عن جد عم تحكي اي طبعا عن جد عم احكي شو عم اكذب عليك يعني والله العظيم بس انت لا تشغل بالك بهاي القصص هلأ ماشي خلص انت تعالوا انبسط بالحفلة يلي عملينا وانا رح اجوب لك كل الأدلة اللازمة انتفقنا نحنا حلينا كل شي انت ارتاح الحفلة رح تكون كتير حلوة أستاذ صارت الحفلة حفلتين ارتاح حلق تمام ما في ولا اي مشكلة يلا باي 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 تمام تمام شو بدي لكن مو بيقولوا ربا ضارة نافعة والله هالشي مزبوط والله مزبوط يلا أنا لازم يروح عندي شغل اشتركوا في القناة